بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الهمزة الواقعة في آخر الكلمة والهمزة الواقعة في آخر الكلمة تسمى الهمزة المتطرفة لأنها وقعت في طرف الكلمة في الطرف الأخير من الكلمة وهذه الهمزة التي تقع في آخر الكلمة ترسم على أربعة أشكال فقد ترسم على ياء بهذا الشكل وقد ترسم على واو بهذا الشكل وقد ترسم على ألف بهذا الشكل وقد ترسم مفردة على السطر بهذا الشكل والقاعدة الحاكمة لهذه الحالات الأربع هي سيكون عندنا في آخر الكلمة في آخر الكلمة في الطرف الأخير سيأتي الحرف المهموس القاعدة تقول انظر إلى الحرف الذي قبل الآخر الذي قبل الحرف المهموس فإن كان هذا الحرف الذي قبل الآخر مكسورا فإن الهمزة تكتب على ياء وإن كان هذا الحرف مضموما فإن الهمزة تكتب على واو وإن كان الحرف مفتوحا فإن الهمزة تكتب على ألف وإن كان الحرف ساكنا فإن الهمزة ترسم مفردة على السطر إذن جميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على يا لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مكسورا وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على واو لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مضموما وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على ألف لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مفتوحا وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها مفردة على السطر لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا وحتى تتضح هذه القاعدة سنبدأ بالحديث إن شاء الله تعالى عن رسم الهمزة المتطرفة على يا ثم رسم الهمزة المتطرفة على واو ثم على ألف ثم مفردة على السطر بالأمثلة إذا لاحظنا هذه الأمثلة سنجد الآتي تأمل معي هذه الكلمات تجد ناشئ هذا هو الحرف المهموز والحرف الذي قبله الشين ناشئ مكسور إذن كتبت الهمزة علي لأن الحرف الذي قبلها مكسور ثم إذا تأملنا جميع هذه الكلمات والكثير غيرها سنجد القاعدة مضطردة منشئ شاطئ بارئ بادئ يخطئ يقرئ مساوي متلألئ نحن نعني هذه الهمزة المتطرفة أما هذه فقط درسناها في الهمزة المتوسطة يفاجئ مهنئ مهنئ النون مشددة مكسورة مهنئ قارئ مبتدئ مكافئ إذن في جميع هذه الكلمات القاعدة كانت كالآتي تكتب الهمزة المتطرفة علي إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا وهذه قاعدة مضطردة وفي غاية الوضوح طيب نرسم الهمزة المتطرفة على واو على واو بهذا الشكل لاحظ معي تبا ط ل ل ب ب ب لاحظ معي الهمزة هنا ب ب هنا ب ب وليست هنا على السطر ب ب تكا ف ام ر يج ر تهي يؤ تقي يؤ لاحظ معي في جميع هذه الكلمات جاء الحرف المهموز وقبله حرف مضموم ولذلك كتبت الهمزة على واو على واو لذلك نقول الآن ان الهمزة تكتب على واو هكذا اذا كان الحرف الذي قبلها مضموما بهذا الشكل بهذا الشكل اذا القاعدة مضطردة كما ترون ننتقل الى رسم الهمزة المتطرفة على الف سنجد في جميع هذه الكلمات صدق هذا الحرف المهموز في اخر الكلمة وقد جاء الحرف الذي قبله مفتوحا ملأ يملأ تبوأ توضأ مهيأ خطأ أخطأ أخطأ سبأ قرأ قرأ يقرأ ملجأ لجأ استمرأ بدأ يبدأ نشأ أنشأ ينشأ هدأ يهدأ إهدأ كلأ يفاجأ يفاجأ مبدأ أنبأ مطأطأ الرأس مطأطأ الرأس لاحظ معي الحرف الذي قبل الحرف المهموز في جميع هذه الكلمات تجد أن هذه القاعدة مضطردة تكتب الهمزة على ألف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا مفتوحا الحالة الرابعة هي رسم الهمزة المتطرفة على السطر وقد قلنا إنها تكتب مفردة على السطر إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا لاحظ معي جز جز أن أن هذا هو الهمز لكن انظر إلى الزاي جز غير متحرك بل هو ساكن لأنه لو كان متحركا بالضملة كانت ز بالفتح ز بالكسر ز أما السكون ز جز جز أن لذلك لما كان الحرف السابق للحرف المهموز ساكنا كتبت الهمزة على السطر بهذا الشكل ومثلها كف أن دف أن بر أن نش أن بط عب أ مل أ كذا قر أ بد أ رز أ وط أ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف السابق للهمز حرفا صحيحا كما رأينا أو أن يكون حرفا معتلا كأن يكون يا أو واو أو ألف كما ترون في شيء شيء يضيء لاحظ معي أنه يأتي الحرف الساكن ثم نأتي بالهمز بعد ذلك يوسيء يوسيء موسيء دنيء لاحظ معي الحرف الذي سبق الهمز هنا حرف صحيح الحرف الذي سبق الهمز هنا يا ضوء وضوء ينوء نوء نشوء لاحظ معي واو ثم نأتي هنا إلى الألف لاحظ معي جاء هواء هواء سماء شتاء دعاء إذن تكتب الهمزة المتطرفة على السطر بهذا الشكل إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا نضيف إلى هذه الحالة وبها ينتهي الكلام أن نستثني حالة واحدة من حالات الضم وهو من حالات الضم على ما قبل الآخر وهو أن تكون ما قبل الآخر يكون الحرف الذي قبل الآخر واو مشددة واو مشددة لاحظ معي إذا قلت التبوء لو طبقت القاعدة كان الأصل أن تكتب بهذا الشكل التبوء الحرف الذي قبل الهمز مضموم فكان الأصل أن يكتب بهذا الشكل وقد ذكرت لكم سابقا أنهم كرهوا توالي الأمثال لأن عندنا هنا واو وواو الواو مشددة عبارة عن واوين ثم نأتي بالواو الثالثة مهموزة فيجتمع ثلاث واوات لذلك استثنوا من ذلك استثنوا من ذلك وقالوا نحذف هذه الواو وتنزل الهمزة على السطر وقد ذكرنا مثل هذا في الهمزة المتوسطة بقي تنبيه أخير به ينتهي درس الهمزة المتطرفة قلنا على السطر لاحظوا معي الهمزة المتطرفة على السطر هنا حسب القاعدة كتبت على السطر لأنما قبل الآخر ساكنا كما تروا ولكن ماذا لو كانت هذه الكلمات منصوبة منصوبة منونة منونة يعني حين نكتب كف أن وليس كف أن كف هذه ثم سنأتي بالتنوين ثم نأتي بألف تنوين النصب هكذا كان الأصل أن تكتب بهذا الشكل عب أن تكتب بهذا الشكل نش أن تكتب بهذا الشكل جزءا تكتب بهذا الشكل بدءا تكتب بهذا الشكل رزءا تكتب بهذا الشكل هذا هو الأصل في كتابتها ولكن وجد العلماء أن هذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف وهذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف وهذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف في حين أن الزاي والدال والزاي هنا لا يمكن أن يوصل بالألف فقالوا هذه تبقى على أصلها فتكتب بهذا الشكل وأما هذه ففي حالة النصب ستعدل لتكتب بهذا الشكل مدام يمكن وصل الحروف بدل أن تكون مقطعة بهذا الشكل فستكتب هكذا كان هذا التنبيه الذي أردنا أن ننبع عليه في ختام هذا الدرس وبهذا نكون قد أنهينا درس رسم الهمزة المتطرفة ونلتقي مجددا إن شاء الله تعالى